تعرضت قطر إلى حملة غير مسبوقة لم يتعرض لها أي بلد وظيف وقد تعاملنا مع الأمر بداية بحسن نية بل واعتبرنا أن بعض النقط إيجابيا ومفيد يساعدنا على تطوير جوانب لدينا تحتاج إلى تطوير ولكن ما لبث أن تبين لنا أن الحملة تتواصل وتتسع وتتضمن افتراءات وازدواجية معايير حتى بلغت من الضراوة مبلغا جعل العديد يتساءل للأسف عن الأسباب والدوافع الحقيقية من وراء هذه الحملة تجمع استضافات كأس العالم بين عناصر عدة من مكونات المصداقية والقدرة على التأثير الإيجابي وذلك بقبول التحدي وإدماجه ضمن مشاريع الوطنية وخطط التنمية وأيضا على مستوى القدرات الاقتصادية والأمين طبعا عرفته هذا أمير قطر ويتحدث على كأس العالم اللي نظمها بلاده اللي راح تكون بعد أقل من ثلاث أسبوع من الآن لكن هناك حملة هو تحدث عليها وخرجاته باش تكلم عليها يعني وهذه الحملة في عدد من الدول الأوروبية آخرها اليوم في ألمانيا فاليوم في ألمانيا وزيرة الداخلية الألمانية هاجمت قطر وقالت أنه ما كان لها أنهنت هي اللي تقوم بتنظيم كأس العالم هذه الدولة لا تحتر بحق الإنسان وهناك عمال مئات الألاف متع العمال يشقون وفي حالة استعباد إلى آخر لشنة هجوم على قطر وعلى كيف سمح لها بتنظيم هذه هي آخر من هاجمها كأنه هجومات عنيفة في فرنسا في إستراليا في بريطانيا خاصة في الدنمارك والسويد هجومات هجومات في كثير من البلدان الأوروبية هذه الهجومات جزء منها صحيح صراحة يعني جزء منها صحيح وجزء منها لا جزء منها فيه مبالغات ومزيد من الضغوطات هو حتى هو هنا الأمير القطر اعترف قال أن بعض الانتقادات التي وجهت لنا ربما حتى نستفيد منها إلى آخر خاصة فيما يتعلق بالعمال والمهاجرين وحقوقهم وطرق اللي يعملوا بها إلى آخرهم وما يبدو أنه بالفعل قطر تقدمت إلى حد ما في هذا الموضوع لكن ما زالت كثير من حقوق العمال بالحقيقة عمال الأجانب ما يخذوش حقوقهم خاصة مع الغلاء الشديد والرهيب اللي ره موجود في قطر وصلوا وصلوا هذه الفترة الأخيرة قبل أسابيع بدأوا يخرجوا حتى السكان اللي ساكنين في الشقق يخرجوهم الملاك القطريين يخرجوهم باش يجيبوا سكنوا اللي جايين الكأس العالم لأنه بالنسبة ليهم هذو اللي عندهم شقق ربما يخلص له الفين دولار في الشهر لهذاك اللي جاي في كأس العالم ممكن يخلص عشر آلاف دولار أو عشر آلاف دولار في في ضرف ثلاث أسابيع أو الأربعة أسابيع يعني كالعادة بعض الناس دايما يكونوا هناك جشع لكن الحقيقة اللي يدير وهما هذه عارفين همليح قطريين ليدير هذه الحملة ضدهم هو دولة الإمارات هو بن زايد ونظام الإمارات ونظام الإمارات أصلا ذلك العقوبات وذلك كانوا قبل سنوات كما تعرفوا حصروا قطر وكادوا أن يأخذوها لو لا تدخل التركي وإلى حد ما الأمريكي فهذا كله إلى درجة أن أحدهم قال لو كانت تتنازل قطر على كأس العالم ينتهي الحصار هذه قبل ربع سنوات أنا بالنسبة لي هذا كأس العالم عبث وهي أكثر من أربعمائة مليار دولار صرفت على الهواء والريح هذا كأس العالم هذه رح تدوم شهر وأكيد اللي رح يفوز رح يكون فريق أوروبي أو فريق من أمريكا اللاتينية أو أمريكا الجنوبية وفي النهاية أربعمائة مليار دولار هذه لو صرفت على فقراء العالم يا سيدي من قلوش جاء فقراء العالم خلونا قلو فقط فقراء المنطقة لأغنتهم وهناك عشرات الملايين الفقراء في المنطقة العربية عشرات الملايين إذا أضفناهم إفريقيا فهي قد نصل إلى مئات الملايين الفقراء أكثر من أربعمائة مليار دولار وهذا الرقم رح يقديم في ذهني رح يمكن أن تجاوزوا الآن خمسمائة مليار أو ستمائة مليار دولار على العبث على الجد المنفوخ بينما لو صرفت في تنمية شعوب أخرى وبلدان أخرى ووطان أخرى لكان عمل فارق كبير لكن الصدام بمعنى أن الصدام ما بين الثاني والزيد النهيان سيكبر ويتعاضم ورغم أن قطر قامت بتنازلات وتنازلات خطيرة خلونا نوري لكم واحد من التنازلات الأخيرة مش فقط هذا التنازل كانت تنازلات أخرى لكن دعونا نوري لكم واحد من هذه التنازلات الخطيرة شوف هذه شكرا لكم شكرا لكم طبعا نقدر نبقى شاد هاكذا لعدة دقائق اخرى واشنو هذا يعني باش شوف تلك التنازلات اللي قوموا بهذا الحكام باش يرضون اولئك الذين راهم ينتقدوا فيهم في قضايا حق الانسان والعمال الاخره فتحوا اكبر متجر للخمر في العالم ماشي قال افتح متجر للخمر ماشي قال اسمح بالخمر هو في قطر ممنوع الخمر عندهم في بعض الفنادق الكبرى في وفق حدود معينة كالي يعطينهم ليسانس كما يقولوا باش يبيعوه لكن يبقى ممنوع وممنوع في الشوارع وممنوع يعني ماشي كما وضعنا احنا كما بلادنا احنا للأسف يعني على سبيل المثال وكثير من البلدان الاخرى يعني وصل انهم مش فقط فتحوا متجر للخمر اكبر متجر في العالم وين رايح ياخلى دارك كما يقول مثل تعنا عندنا يعني ارتكبت الجريمة وارح تتباهى بان عندك اكبر متجر للخمر في العالم ليش في هذه البلاد عندما يتحدثون على الامراض وفي كل البلدان اللي فيها الخمر منتشر بشكل عادي يقول لك باللي اكبر مصدر وخاطر على الصحة هو الخمر وبعد يجي التدخين والمخدرات الى اخير اكبر مشكلة يعانيها الغرب وروسيا والصين والهند والدول اللي كلش فيها وحتى الان في بلدان ناين لكن اكبر مشكلة اكبر كارثة يعانوا منها هو الخمر لان الخمر يهلك وظائف اساسية في النهيك على انه يفقد العقل ويفقد المان ويفقد الكرامة ويفقد المرؤة هذا وقع حطهم جانبا لكن الخمر وفترة طويلة لشرب الخمر يؤدي الى هلاك وظائف حيوية في جسم الانسان خاصة الكبد الكلا الى اخره وطبعا كان حتى سرطانات يسببها الخمر يعني فاللي هنا مؤلم ومضحك ومزعج مضحك عليهم يعني انه راح يفتح في اكبر مكان اكبر حنوت اكبر المحل في العالم اجمع يعني لا يضاهيه لا امريكا ولا اوروبا ولا روسيا لهذا عندهم الخمر عندها الاف سنين ما يلحقوش ليه ماذا هذه المبالغات طبعا كان تنازلات اخرى وفي امور اخرى اسوأ خلونا ننشر الى ملفات اخرى من بين الملفات الاخرى قبل ما نروحوا الى الملفة الروسية سنخلوه اليوم هو الاخير ما يجري في ايران وما يجري في ايران لعلكم تابعتم امس ما سميه ب عملية ارهابية في شراس كانت هذه العملية لما شافهاش هنا على السريع ربما ما فيش صوت شخص داخل رافد سلاح آلي ويقتل في الناس داخل حسينية الحسينية هي المسجد في ايران يسمى بالحسينية ما يقولوش المساجد يقولو الحسينيات فالغالب يعني داخل حسينية اللي عندهم هم الزيارة فيها دخل وقام بقتل 15 شخص وجرح عدد اكبر من ذلك وظل هناك عدة دقائق وهو يبحث عن الناس ويقتل فيهم طبعا هذه جريمة بكل المقييس وبكل المعاني قتل المدنيين بدون حكم قضائي تحت اي تبرير هو في اعتقاد خاطئ اللهم إلا إذا كان صادر من عند قضاء قاضي وعادل إلى آخرها لكن اللي أنا شخصيا لما سمعت بالاخبار هذا استغربت أن هذا قالهما طبعا النظام الإيراني قال بأن هذه داعش تهم تهم الولايات المتحدة وإسرائيل والغرب ودول مجاورة وداعش والمجاهدي خلق الإيرانيين يعني تهم حوالي سبعة أطراف لكن اللي الملفت في هذه القضية بالذات هو أنها جاءت في الأربعينية بتاع قتل تلك الشابة اللي قتلوها واللي بسببها اندلعت كل هذه محسى أميني اللي بسببها اندلعت كل هذه المظاهرات منذ الآن أكثر من أربعين يوم والمناسبة مصادر حقوقية كثيرة تتحدث عن مقتل أكثر من مئتين وخمسين إيراني الأغلبية العظمى منهم متظاهرين ممكن منهم بضعات بوليس وحرص ثوري لكن الأغلبية العظمى متظاهرين وبعضهم قتلوا في السجون وبعضهم قتلوا تحت التعذيب بما فيهم نساء لكن اللي غريب هو أن داعش تختار الأربعينية أنت أمينة هذه السيدة هذه اللي اعتقلوها الشابة محسى أميني وتقوم بالعمل صعب باش يقول الواحد من هو الفاعل وإن كان النظام الإيراني خرجوا قالها هو الفاعل لكن تعلمنا في أماكن أخرى أنه عندما الطاغية عندما النظام ديكتاتوري نظام القهري كما رأى النظام الإيراني عندما يحشر في الزاوية عندما تحشره المظاهرات والاحتجاجات وهي لم تتوقف بالمناسبة قطعوا الأنترنت اعتقلوا آلاف الأشخاص عذبوا مئات الأشخاص منهم بعض منهم حتى الموت حاصروا مدن بأكملها وانتقلت ولم تعود هذا الموضوع لم يعد في طهران إنما انتقلت تقريبا لكل إيران والمصيبة تعيران أو الكارثة تعيران ونقطة الضعف الكبرى تعيران أنه فوسيفساء هو عدة شعوب يسيطر عليهم العنصر الفارسي لفارض الاثنين عشر نظام الاثنين عشر يدخل الشيعة مش كل الشيعة نظام نظام يقوم على ما يعرف بالمذهب الاثنين عشر نصف الشعب الإيراني أو أقل من نصف قليل فرص البقية من شعوب أخرى وبعضهم مش فقط يختلفون معهم في العرق عرب بلوشستان تركمان أكراد إلى آخره وإنما يختلفون معهم في الدين أيضا أي أنهم سنة أو من مذهب أخرى أو امتجاهات أخرى ظني أن جهة قريبة من النظام مش شرط النظام يكون على علم لكن في الغالب هذه المخابرات تقوم بعمل مثل هذا حتى لماذا حتى استطعت أن تخرج إيرانيين آخرين هؤلاء خرجوا بعد العملية هذه المخابرات هذه المخابرات داعمة لنظام الحكم يعني مظاهرات داعمة للجماعة التي تحكم هناك وإيران تحكمها طغمة عسكرية مذهبية تحولت إلى طغمة عسكرية مذهبية في قلب هذه الطغمة هما الحرص الثوري ما شفناه في الجزائر من قبل وفي بعض البلدان هو أنه عندما يحشر الطغات في زاوية فإن يأتي الإرهاب المفبرك ويقوم بعمليات حتى يتم كسر الاحتجاجات السلمية من جهة وحتى يتم تخويف جزء من الشعب باش يوقف معه النظام اللي يكون حاكم رح نتوقف هنا أيضا لكن ربما نعود ونرجع لموضوع إيران بكثير من التفاصيل وحتى كيفاش رايديل الحكومة الإيرانية باش تسيطر على الانترنت كيفاش سيطرت على الانترنت كيفاش رايك تخترق الهواتف أشياء كثيرة جدا ربما يكون عندنا وقت نتكلموا فيها بشكل أوسع إن شاء الله فيما يتعلق في الحرب في أوكرانيا وتدعيات الحرب في الحقيقة ليس فقط الحرب في أوكرانيا فيه تدعيات وتدعيات كثيرة اللي تابعوني في اللايف اللي فات كنت تكلمت على الاستراتيجية الامريكية استراتيجية الأمن القومي هذا جزء رئيسي منها جاية هي من ثلاث أجزاء كان هذا الجزء هو المتعلق بالاستراتيجية الأمن القومي وكان جزء آخر يتعلق بالردع النووي وجزء آخر يتعلق من ضمن موضوع السواريخ إلى آخره المهم هذا هو الجزء الرئيسي هو تكلم عليه البارح واليوم وزير الدفاع الإيراني وأصبح حديث الجميع أنا لما قريته يبدو أن هذا كان مسرب أنا كنت أظن أنه انتشر لكن في الحقيقة يبدو أن هذا الذي قريت منه كان تسريب وعطيتكم أمس أو في اللايب السابق ملخص والملخص باش نعود ونقول له هو أن أمريكا تقول بصرح العبارة أن عدوها الأكبر والأخطر هو الصين والعدو اللي يجي بعد الصين وخاصة تحدي الراهن هما الروس والخطر الثالث يكمن في التغيرات المناخية في مواضع الفيريس هذون وفي موضوع والإرهاب وخرج وزير الدفاع أمس واليوم ممثلين بأسمه إلى آخره باش يتكلموا على هذه الأمور بصرح العبارة قالوا أن المتحدي الأكبر لنا هما الصين وصنفوا القوى التي ممكن تنافسهم أو تتحداهم بالشكل التالي قالوا أن هناك ثلاث قوة خارج أمريكا هناك ثلاث قوة رئيسية اللي ممكن أن يكون لها دور عالمي واحدة حليفة وهي الاتحاد الأوروبي واثنين خصوم وقد يتحولون إلى أعداء قالوا أن الاتحاد الأوروبي وهم حلفائنا لديهم نقطتين هما وضعوا معايير قالوا أن لكي تكون قوة عظمى ومستمرة يجب أن يكون لديك ثلاث أشياء رئيسية الأمر الأول لازم تكون قوة عسكرية الأمر الثاني لازم تكون قوة اقتصادية الأمر الثالث لازم تكون قوة soft power قوة ثقافية علامية لغوية إلى آخره قالوا أن الاتحاد الأوروبي عنده اثنين من هذه المصادر القوة التي كانت تكون قوة عظمى على مستوى العالم قالوا أن الاتحاد الأوروبي عنده اثنين عنده القوة الاقتصادية وعنده التأثير الثقافي لكن ما عندهش قوة عسكرية ومع ذلك فالاتحاد الأوروبي هما أصدقائنا فما كان مشكلة راحوا للروس قالوا أن الروس عندهم القوة العسكرية لكن ما عندهمش القدرة الاقتصادية ولا القدرة الثقافية والsoft power تأثيرهم محدود جدا اللغة الروسية محدودة لا يتحدثها إلا عداد محدودين خارج روسيا ربما بعض الدول حتى الدول اللي كانت تتحدثها من قبل الآن راهي تروح للإنجليزية وتروح إلى لغاتها الداخلية إلى آخره مثلا في دول البلطيق في بولندا في أوكرانيا في يتم القضاء الآن على اللغة الروسية اللي كان فرض الاتحاد الصفاتي له إذن قالوا أن الروس يمتلكون واحد من مصادر القوة وهذا المصدر هو تهديد آني يهددنا الآن في قضية حرب أوكرانيا أو يتحدان الآن خاصة بعد غزة أوكرانيا لكنه على المدى المتوسط البعيد هذا خلاص منتهي لكن رجعوا قالوا أن الخطر والبلد الوحيد اللي لديه الإمكانيات هذا في ثلاثة أو تقريبا لديه في ثلاثة هو الصين قالوا أن الصين الآن لديها القدرة العسكرية ولديها القدرة الاقتصادية اقتصادياً رهي كما احنا تتجاوزنا في بعض المجالات وفي بعض المجالات أمريكا تتجاوزها عسكرياً قالوا رهي مازال أقل مننا لكن رهي تلاحقنا بسرعة شديدة جداً وأنه في بضع سنوات قد تصبح مثلنا نحن نتفوق عليهم قالوا في السنوات القادمة نحن نتفوق عليهم في النووي الصين تحتاج سنوات طويلة بش تطور برنامج نووي يواجه أو يساوي أو يقترب من الولايات المتحدة إذن قالوا عندهم اثنين الاقتصاد والعسكر قالوا أما القدرة الثقافية فما عندهاش الصين الآن بسحر هي تشتغل عليها soft power رهي تشتغل عليها وراهي تتجه بش تشكلها soft power قالوا لو تشكلها رح تكون تحدي كبير لنا وقالوا في الحقيقة أنه حتى بدون soft power فقط بهذا الراكزتين الأساسيتين للقوة العسكر والاقتصاد والعسكرية والاقتصادية فإن الصين تشكل تهديد لنا وعلينا أن نحتوي هذا التهديد قالوا بصريح العبارة ليعجبك في الأمريكيين أنهم في الغالب والأوروبيين عموما في الغالب يكتبوا هذه الأشياء ويخرجوها علنا ويناقشوها في مراكزهم وفي ذاعاتهم وفي تلفزيوناتهم والخبارة ويزيدوا عليها ويناقصوا إلى آخر يعني مهيش المفروض واحد يقول لك عليش يخرجوا حاجة كما يكتبونها كأنها سرية وما بالنسبة إليهم أشياء فقط قليلة يحطوها في سرية جزء أحد آخر يخرجوها ومرة يخرجوها قصدا طبعا الصين لما سمعت هذا هي مش جديدة عليها لكن لما سمعت هذا التحدي وهذا الهجوم من أمريكا أمس ردت اليوم ردت اليوم وانتقدت بشدة الأمريكيين ولكن اللي ما كانوش ربما الأمريكيين متوقعين هو ما قالته الصين اليوم ما قاله وزير الخارجية وزير الخارجية بمجرد ما خرج خرج أمس هذا تعال أمن القومي الأمريكي تكلم اليوم مع وزير الخارجية الروسي أجرى وزير الخارجية الصيني وانجي اتصالا هاتفيا مع ناظره الروسي سيرجي لافرو وتعهد الجانبان بتعزيز العلاقات الثنائية وتوفير المزيد من الاستقرار للعالم وقالت الخارجية الصينية من أن الصين ستدعم سمعوا مليح هذه أن الصين ستدعم بقوة الجانب الروسي للتغلب على الصعوبات لتحقيق الهدف الاستراتيجي للتنمية وتعزيز مكانة روسيا كقوة عظمى هذا الكلام طبعا كلام محتاخر كثير لكن مع نقد شديد للولايات المتحدة ومن أنها تريد الهيمن على العالم وأنها لا تريد أن يتحدى أن يكون هناك عالم متعدد الأقطاب إلى آخره لكن هذا الكلام اللي قاله الصينيين أعتبر تهديد أو أعتبر تحدي أكبر للأمريكيين أنا على يقين أن اليوم وغدوة والأيام القادمة لإعلام الأمريكي كبار الخبراء كبار المحللين مراكز التفكير هذا اللي يسمون ثينغ طانك إلى آخره كلها رح تتحدث على هذا الموضوع أي أن الصين اللي شفنا رئيسها قبل شهرين في السمرقان يوجه انتقاد واضح لبوتين ويقولوا أن الحرب على أوكرانيا هذه جاب نتائج سيئة ويجب أن تتوقف واحترام الدول وحدود الدول إلى آخره الآن صراحة الصين يقولوا أننا سندعم روسيا لكي تبقى قوة أظمى لأنهم يشوفوا وهي هذه تعبير آخر على ومشافوا الضعف الروسي في الحقيقة لأن الأمريكيين يقولوا أن الروس كما قلنا عندهم مراكزة أساسية هي القوى العسكرية لكن القوى العسكرية التقليدية خارج النووية هنشفناها الآن رهي تغرق في أوكرانيا وقتل عشرة الألاف من الجنود الروس والأمريكيين اعترف حتى اليوم بوتين بذلك قال أن الأوكران مات لهم أكثر مننا ولكن هو أيضا نعترف بأن هناك قتلة يعني وهناك قتلة بعداد معتبرة المهم في هذا كله هو أن قد نشهد تغير في الموقف الصيني بحيث بدل ما يكون شبه محايد هو مش محايد لكن شبه محايد في قضية أوكرانيا وبدل من كان فقط يتكلم على الدعم الاقتصادي لروسيا ربما الآن يتوسع هذا الدعم أستبع أن يكون دعم عسكري لأن في هذه الحالة سيكون مباشرة صدام مع الأمريكيين ومع الغربيين عموما لكن قد يتوسع في المجال التكنولوجي قد يتوسع في نقل خبرات صينية لأن الآن الروس سيعتمدون على دولتين فقط على إيران وعلى كوريا الشمالية لهم مفروض أنهم متوسطة خاصة كوريا الشمالية خارج النووي لا يوجد شيء كوريا الشمالية النووي السواريخ أما إيران فهي قوة متوسطة لا يوجد شيء مع ذلك فإن أهم الأسلحة التي تستخدم الآن وهي طائرات بدون طيار طائرات الدرون هي إيرانية فكون الروس يقول بأنهم سيقفون أو كون الصينيين يقول بأنهم سيقفون مع الروس حتى تبقى قوة عظمة من جهة مؤشر على أن الروس وكانا لم تعد قوة عظمة ومن جهة أخرى الموقف الصيني هذا هو تحدي واضح لم يكتفوا بهذا التحدي الواضح رحوا الحاجة أخرى وهي أن الصين وهذه أعلنتها أمس وعلنت في سعودية أن الرئيس الصيني سينتقل الأسبوع القادمة سيقوم بالزيارة إلى السعودية ويقيم فيها ثلاث قمم قمة مع حكام السعودية وقمة مع حكام الخليج وقمة مع حكام باقي الإقطاعيات العربية لأن كلمة الدول العربية في الحقيقة فيها كثير من المبالغة وكان هذا طبعا تحدي الصيني السعودي للولايات المتحدة فالسعودية كانت دائما هي عبارة عن بنك وبير انتعب بيترون للأمريكيين والغربيين عمو الأمريكيين بشكل خاص شفناه الصراع قبل أسبوعين عندما قام بن سلمان بتخفيض الإنتاج وهجمه الأمريكيين رده السعوديين الآن السعودينا يقولوا بأن نحن أكبر شريك لنا في التجارة هو الصين وليست أمريكا ماذا يعني هذا بالنسبة لنا هذا شيء جميل في الإجمال هذا شيء جميل أن تخرج هذه الدويلات في الخليج من كونها عبيد عند الإمبراطور الأمريكي ولو بالكلام فهذا شيء جميل أن يكون هناك تناقض على المستوى العالمي ما بين القوى الاستعمارية الكبرى فهذا شيء جميل للدول والشعوب والبلدان الضعيفة والمستضعفة لكن المؤكد أننا نتجه إلى تغيرات هائلة على المستوى الإقليمي والعالمي الآن سوف نرى موضوع مصر واللي رامي تابه في إخبار مصر الجنيه أمس وصل إلى 23 جنيه مقابل الدولار عندما انقلب سيسي على محمد مرسي رحمه الله اللي حكم مصر سنة واحدة في حكم أكثر من 70 سنة حكم العسكر أو 60 سنة يومها كان الدولار إذا ذكرتي جيدة يساوي 5 إلى 6 جنيهات الآن تضاعف هذا إلى 400% فقط قبل أربع شهر ست شهر في مارس الماضي كان الدولار يساوي 15 جنيه اليوم الدولار يساوي 23 جنيه هذه كارثة للشعب النصري ولكن الشعب النصري سيتحضر للخروج يوم 11-11 وسواء خرج يوم 11-11 أو ما خرج فهناك نفس ثوري سيعود إلى المنطقة ككل قبل أن نتكلم في هذا الموضوع دعنا نكمل مع الملف الروسي على الصعيد الميداني طبعا فيه كر وفر الأوكران يهاجمون في خرصون والروس يهاجمون في منطقة بخموت وما قاربها إلى آخره لكن واضح أننا نقترب من دخول الشتاء ودخول الشتاء سيبطع العملية العسكرية من الجانبين وقد يضر إلى حد ما بالأوكرانيين لأن الأوكرانيين يعتمدون على الأقمار الصناعية الغربية لتعطيهم الإحداثيات ومراكز ومواقع وجود الروس لضربهم وبالتالي مع الشتاء ستكون هناك سحب كثيرة جدا فالأقمار الصناعية يصبح دورها ضعيف سيعتمدون أكثر فأكثر على الطائرات بدون طيار لتقوم بالتصوير لكن الأقمار الصناعية والطائرات النفاثة اللي رهي اليوم فوق السماء الروسية الأوكرانية قد يصبح دورها أضعف مما هو عليه الآن لكن من بين الأخبار في الموضوع هذا اللي وجدت أن نشوف تناقص شوف ما يجري أحيانا لا تستطيع أن تدرك حجم هذه الأحيانا التغيرات آخر شيء اللي رهي الآن في حديث عليه هو أن آلاف العناصر من القوات الخاصة الأفغانية رهي التحقت أو على أبواب أن تلتحق بالجيش الروسي من هم هؤلاء هؤلاء جيش قوة مكونة من 20 ألف إلى 30 ألف من القوات الخاصة الكوموندوس اللي دربوها الأمريكيين على مدار 20 سنة لمحاربة الطالبان لكي تكون قوة محلية عميلة لأمريكا أمريكا تسيطر على أفغانستان وعندها حكومة هناك هذه الحكومة واجهة لكن القرار الرئيسي هو أمريكي طبعا سقطت هذه الحكومة في أوتليفات مش هذا تلعام العمليفات ونهار الجيش الأفغاني الأفغاني اللي كان فيه أكثر من 150 ألف عنصر كان يقوله 300 ألف عنصر في الحقيقة وكأنه شربة الأرض أو شرب الماء شرب البحر لكن وفروا كبار القادة الأفغان للدول المجاورة أو خاصة للإمارات كبار الجنالات تاحهم فروا للإمارات وإلى تركيا وبقيات هذه القوة هذه القوة إذن مشكلة من 20 ألف إلى 30 ألف دربتها أمريكا خسرت قالوا على هذه القوة فقط 90 مليار دولار هذه القوة الآن تستفيد منها روسيا وههم بدأوا يلتحقوا بالقوات الروسية باش يقاتلوا ضد الأوكران لذلك الأحداث العالمية وما يحدث قد تأتي أحيانا بأمور لم يكن يتصورها واحد يعني لو كان واحد كتب فيلم أو كتب كتاب تعفيكشن كما يقال بأن القوات اللي دربتها أمريكا القوات الخاصة اللي كانت في خدمة أمريكا وفي خدمة الحكومة الأفغانية التابعة للولايات المتحدة تصبح هذه نفس القوات في خدمة الروس ضد المشروع الأمريكي والغربي اللي هو في دعم أوكرانية كان الناس يقول له هذا جنون كيف يحدث هذا نعم أحيانا الواقع قد يكون أكثر قرابة خاصة على الساحة الدولية ولذلك أنا نشوف ما رايحة فعلنا الساحة الدولية قد يكون فرصة للشعوب والبلدان المستضعفة باش تغير حوالها مادام تلقي والاستعمارية متلهي بع بعضاهم مادام الأمريكيين طبعا قد يقول قائل لماذا أمريكا تخرج وتكتب هذا الأمن القومي أمريكا بالنسبة لها هي القوى الأعظم وما يهمهاش هذا وقع تحتها أمريكا في هذا الوقت رايحة تستفز الصين والروس في نفس الوقت استفزت على الأقل ثلاث دول متوسطة لكن عندها تأثير طبعا إيران أربع دول إيران السعودية باكستان وتركيا كل هذه الأربع دول في الشهرين الآخرين دخلت في خصومة دبلوماسية أو في تنابز إعلامي أو مع الأمريكيين فتشوفوا طبعا الملاحظة أن هذه كل الأربع دول تحسب على أنها دول مسلمة أو مسلمين تتقول لماذا الأمريكيين يدروا هذا الشيء القوى العنجهية أنا ربكم الأعلى لأن المنطق يقول بالعكس تقوم بتحييد الروس وحدهم ما تستفزش الصين أكثر مما يجب باش ما الصين ما توليش تدعم في الروس لا تدخل في استفزازات الأتراك لأن الأتراك رميساعدوا فيك في عدة أماكن يستفزونهم خاصة في اليونان وفي أماكن أخرى لا تقوم في مزيد من الاستفزاز للإيرانيين لأن الإيرانيين ولو كانوا خصومكم أو معاكم صراعات إلى آخره إلا أنهم في الحقيقة عمرهم ولا خرجوا على الإطار الأمريكي بالمفهوم العام موش بمفهوم الدعاية لأنك تشوف الدعاية رهي أمريكا هي الشيطان الأكبر وإلى آخره باكستان ضل العسكر تاعة الباكستان هما تقريبا خدم عند أمريكا لكن التناقضات لتحدث باكستان هاجموها باش يردوا الهند تركيا يهاجموها باش يردوا اليونانيين وكثير من الأوروبيين إيراني هاجموها باش يردوا الكائن الإسرائيلي وأيضا بعض الدول في أوروبا السعودية هاجموها لأنها قضية بيترول وهذا موضوع في الداخل الأمريكي مهم جدا لكن الأكيد أن هنا هذه التقلبات والتغيرات ستحدث أمور هائلة طبعا كان فيه اليوم مؤتمر افتتح المستشار الألماني شولتس ورئيس المفاوضية الأوروبية المؤتمر الدولي لإعادة إعمار أوكرانيا الذي بدأ في برلين في نفس الوقت الذي افتتح هذا المؤتمر انتقل شولتس مستشار الألماني ولأول مرة إلى أوكرانيا كل تقريبا رؤساء أوروبا راح إلا الألماني راح هذا المرة وهذا دليل على الاندفاع الألماني الآن والتدخل الألماني أكثر فأكثر في هذه الحرب وألمانيا وكأنها تريد أن تتزعم الآن الأوروبيين وألمانيا لديها الإمكانيات الاقتصادية لكي تفعل ذلك ويمكن بناء قوة عسكرية ألمانية تتجاوز كل أوروبا في ظرف خمسة إلى عشر سنوات إذا راهي ماشي ألمانيا في بناء القوى العسكرية في خمس سنوات ستتجاوز كل القوى الأوروبية بريطانيا فرنسا كل هذه القوى ستصبح خلف من ناحية العسكرية وأعتقد أننا نشهد الآن مع هذه الحرب واحدة من تدعياتها الرئيسية هو عودة المارد الألماني إلى الساحة العسكرية العالمية كلما عادت ألمانيا إلى الساحة العسكرية العالمية حدثت حروب الحرب العالمية الأولى والثانية كانت بهذا بعودة الألمان أو بقوة الألمان العسكرية